الكاريكاتير موضوع للنقاش في ندوة خاصة نظمها مركز إمداد للإعلام نشوف هذا التقرير أعدنا يا أحمد جابر من مركز إمداد للإعلام وبالتعاون مع مؤسسة كونكراد أدينور أقيمت ندوة حوارية تحت عنوان إسهام الكاريكاتير السياسي في مسيرة الإصلاح الأردنية في الحقيقة أن وسائل التعبير الساخرة المختلفة لم تلقى الاهتمام الذي تستحقه في السابق مع أنها أسهمت بشكل كبير جدا في توعية المواطن وفي تعزيز مسيرة النهضة والتنمية في الأردن وقلنا من الواجب ومن الضروري أن نوثق لهذا الفن المهم واليوم سيكون معنا باحثون مختصون في هذا المجال بالإضافة إلى بعض فناني الكاريكاتير الأردنيين المعروفين الذين سيقدمون شهاداتهم حول هذا الموضوع ميزة فن الكاريكاتير أنه يقدم الفكرة بأسلوب قد يبدو مضحكاً قد يبدو هزلياً ولكنه يحمل الكثير من المرارة والكثير من الجدية وكما قال الشاعر أنه ضحك ولكنه ضحك كالبكاء فالمهم أن الجلسة بالفعل تسلط الضوء على هذا المحور الساخن والمهم ونأمل في الحقيقة أن نستطيع أن نصدر مخرجات هذه الورشات المختلفة في كتاب كي يكون في متناول الجميع تعميماً للفائدة ويعرف الكاريكاتير السياسي على أنه القدرة على تبسيط وبلورة الأحداث التي تحدث في الإطار اليومي لتكون مفهومة بسرعة وبطريقة تحقق الهدف المطلوب منها لهذا قدم كل من الرسام عماد حجاج والرسام ناصر الجعفري شهادتهم حول تجربة الكاريكاتير السياسي في المملكة الكاريكاتير المحلي أو اجتهادي كان فيه أنا حاولت أن أقدم لقطة ساخرة محلية أنا كما ذكرت لكم أحب الكاريكاتير ومتابع له أحب كثيراً رسومات الرواد الكاريكاتير بالأردني كما تعرفون أولى رسومات الكاريكاتيرية التي نشرت في الصحافة المحلية كانت بأواسط الستينيات القرن الماضي على يد رائد الكاريكاتير الفنان رباح صغير الله يرحمه المتتبع لرسومات رباح يجد فيها العمق الإختزال والتكثيف وربما لطبيعة الظرف السياسي في ستينيات وسبعيات القرن الماضي فرضت عليهم الاهتمام أكثر بالموضوع السياسي الإقليمي أكثر من موضوع المحلي في سبعينيات القرن ربما كانت لوحة الكاريكاتير المحلي اختربت قليلاً نحو هموم الشارع صرنا نشوف الفنان سميع حسني الفنان محمود صادق الفنان جلال رفاعي يعني مع اعتمادهم أو تركيزهم على الكاريكاتير السياسي إلا أنه كان لهم إطلالة وحضور في الكاريكاتير المحلي ويمكن كان هذا أول ظهور الكاريكاتير المحلي العماني اللي ما زال الآن مستمر وموجود ضحك كالبكة وها نحن نصلط للضوء اليوم في جلستنا هذه حول موضوع الرسم أو الكاريكاتير الساخر ولعل هذا الفن هو من أقوى فنون التعبير وأكثرها قدرة على الوصول إلى قطاعات واسعة من الناس وأهم سماتي هي المواكبة اليومية لأوجاع المواطنين وتطلعاتهم ومن حقنا في الأردن أن نشعر بالفخر أن مسيرة الإصلاح التي يقوده صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم تحقق إنجازات مستمرة وتسير في الطريق الصحيح لما فيه خير الوطن والمواطن وتم خلال الندوة عرض فيلم حول تاريخ الكاريكاتير السياسي في المملكة لعدد من الرسامين وعرض مسرحي ساخر نشكر زمينا أحمد جابر على هذا التقرير وفعلا استخدام الكاريكاتير السياسي وهو فن السخرية أداة من أدوات النقد السياسي وأيضا طريقة للتعبير عن الرأي مشاهدينا فاصل ونرجع خليكم معنا اشتركوا في القناة